مساء الخير مشاهدين وأهلا بكم إلى وسط الخبر معي أنا أسرار السويسي وأنا درّة عبد المجيد وكالعادة البداية بالعنوين لقاء مرتقب بين عقيلة صالح وخالد المشري في تركيا وتكهنات عن لجنة حوار سياسية جديدة لحسم الازدواج الحكومي وهل يمكن للملف الليبي أن يتحول من ورقة ضغط بين القاهرة وأنقرة إلى نقطة لقاء وتفاهم فعلا أهلا بكم الجديد إلى وسط الخبر كشف توسط الليبية عدان نقاب عن استعداد لقاء جديد في تركيا بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري لكن هذه المصادر لم تبين على وجه الدقة أي من الملفات الراهنة ستكون لها سيغة الأولوية حيث يقع على عاتق مجلسي النواب والأعلى للدولة مسؤولية الفصل في القاعدة الدستورية للانتخابات وفض الخلاف حول السلطة التنفيذية الراهن ومدى الرغبة في التوجه لخيار الحكومة الثالثة في ظل الانسداد الراهن وكذلك حسم ملف المناصب السيادية دره نعم أسرار لقاء المنتظر بين رجلي المجلسين المنتظر في تركيا سبقه زيارة المستشار عقيلة صالح للقاهرة وهو ما أعزته مصادر في مجلس النواب ترتيبات مع المسؤولين المصريين قبل جولة تركيا الجديدة فيما يتعرض الطرفان لضغوط داخلية وخارجية بعد أن ظهر السيدان عقيلة والمشري في الرباط وتحدثوا عن انفراجة وتفاهمات ووعود بسلطة تنفيذية جديدة قبل بداية العام مع تعهدات أيضا بتسمية المناصب السيادية محل النقاش دون أي وضوح لآليات هذا التوحيد للحكومة ولا تسمية المناصب السيادية والمفارقة در أنه رغم قرب اللقاء في تركيا فقد اختفت الإشارة لاجتماع المغرب السابق عند الحديث عن الاجتماع القادم على الرغم من كونه كما يفترض أساسا لما يليه من لقاءات خاصة بعد انفراد مجلس الدولة بالتصويت على المواد الخاصة بمنع ترشح العسكريين ومزدوجية جنسية للانتخابات الرئاسية وهذا أصلا محل الخلاف السابق في القاهرة وجناف ما اعتبر محاولة سياسية أخرى لفرض الأمر الواقع وهو ما يترتب عليه عمليا تأجيل أو حتى صرف النظر عن تحديد موعد قادم للانتخابات عملي وواقعي ومن الواضح أن الجميع يتجهل مكان يسمى بالقوة القاهرة التي قيل أنها عرقلت لانتخابات الماضية بسبب جدالية الأسماء التي ترشحت آنذاك وتحددت بالمشير خليفة حفتر وسيف القدافي وعبد الحميدة بيبا رئيس حكومة الوحدة حاليا هكذا يكمن كل الخلاف لا في مدى قانونية وشرعية الشروط بقدر مطابقتها أو تعارضها لبعض الأسماء المذكورة بذاتها نعم ومن جهة أخرى فأن طرح مسألة الانتخابات أو حتى تغيير المناصب السيادية لا يبدو واقعيا فمن دون حسم ملف سلطة التنفيذية وتوحيد الحكومة من غير الممكن الوصول لما بعدها من استحقاقات فلا يمكن حال الاستمرار الازدواج الحكومي أن يلقى أي تغيير في المناصب السيادية صدا للتطبيق وكذلك فعدم توحيد الحكومة يمنع إقامة الانتخابات بالضرورة وهي أمور لا يجهلها مجلسا نواب والدولة لكنها ذريعة مناسبة لاستمرارهم في المشهد والتعطيل كل ما يمكن أن يؤدي للتغيير لهذا ربما يصح وفقا لما سبقا يكون محور اجتماع تركيا البحث في لجنة حوار جديدة لإقرار حكومة واحدة لكن هذا يرتبط أيضا برغبة عقيلة والمشري في الفرار من هاجس الاستبعاد وبحثهم من منصب لكل منهما في مجلس رئاسي جديد ليسمح خروجهم بترتيب اجتماعات برلمانية وتأجيل الرئاسية وفقا لطموحات عقيلة والمشري ويقينهم بأن الانتخابات الرئاسية لن تجرى أو مستبعد حتى وفقا للمقربين منهم دون نسيان مصادر عدة تحدثت عن طلب تركي من عقيلة صالح للعب دول وسط لتخفيف الموقف المصري تجاه أنقرة بعد إيقاف القاهرة للتواصل مع أنقرة على خلفية الاتفاقية الدفاعية والاقتصادية الأخيرة مع حكومة دبيبة مع جدرة التذكير أن زيارة عقيلة لتركيا ستكون بعد موقفها المتوتر من الاتفاقات المذكورة وهو ما اعتبر نجاحا يومها لحكومة دبيبة بإبعاد عقيلة عن أردوغان وهو مطلب مهم لدبيبة في المرحلة الرهنة على الأقل درع نعم أسرار وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعيدني أن أرحب بالدبلوماسية الدكتورة صالحة شتيوي وكذلك الكاتب الصحة في كمان المزوغي والمحامي والبحث السياسي إبراهيم الغرياني أهلا بكم جميعا ضيوفي الكرام ودعوني أبدأ مع الدكتورة صالحة إذن لقاء جديد مرتقب ما بين عقيلة والمشري يقال أنه سيتم في تركيا هل تعتقدين بأن اجتماعات الرجلين لم تعد من أجل حل الأزمة بل يقال أنها تتلخص في مساعيهم الشخصية للبحث عن موقع جديد يجنبهم الإقصاء السياسي حال أي متغيرات جديدة ما رأيك؟ مساعر خير سيدك الفاضي ومساعر خير لدفك الكرام ولكل المشاهدين أولا حبيت أن نوها على نقطة مهمة ترفيع حضرتك أنه هو طموح شخصي فعلا هو أصبح لسائد المشهد الحالي في بيبيا طموح شخصي لكل متصدري المشهد المشهد السياسي والعسكري على جميع المستويات كل يريد أن يحكم وكل لا يريد أن يتنازل عن منصبه فالسيد اتفاق السيد عهيلة والمشري يتفق عندما تتلاقى مصالحهم فقط إذا كان هم يكونوا في المشهد المشهد يتفقوا وإذا كان المشهد غير ذلك لصالح الوطن والمواطن دائما نجدهم مختلفين للأسف فالاتفاق الأخير الذي صار في المغرب على التوحيد للمناصب السيادية من أجل انهاء الانقسام السياسي كما يقال اتضح أن في تجاوز عقبات عديدة ولكن من ناحية أخرى نلاحظ أقصى لشخصيات أخرى المشهد الآن بدأ مقسم على اثنين السيد عقيلة صالح والمشري كونوا فريق لنصح التعبير مع بعضهم ضد البيبة وضد المشير حتى هذه هي القراءة واضحة إذا صار من الاتفاق الثاني في تركيا إذن أعلى سلطة تشريعية في الدولة الليبية شأنهم أبينا نحن مش رضيين على أداءهم وسوء عاملهم وكذا بس هما في العالم محترق بهم بين قوتين يعني يلعبوا بهم لو صح التعبير أم تما يحبوا يقصوا أي طرف يستعملوا هذه الأطراف لو نحظت الفترة السابقة في الإعلان على الانتخابات في شهر ديسمبر الماضي خرجوا علينا بورقة سيث الإسلام بالتشويش على الوضع السياسي برمتي وعلى الانتخابات الآن انقسم المشهد إلى اثنين ما بين المشري وعبيلة وما بين البيبة والمشير حفظة فسيتم اقتع طرفين يعني اثنين ضد اثنين بالأحرى يعني بالأسح من أجل الوصول إلى السلطة الغاية يعني مش انهاء انقسام والله حل مشكلة المشكلة إذن التوافق هو فقط لمصالح شخصية كما تفضلت طيب ابقي معي دكتورة صالحة سأثب إلى سيد كمال المزوغي من خلال المتابعة دائما ما كانت هناك معارضة لعقيلة والمشري من دخل مجالسهم في حال اتفاق بين الرجلين إلى اي مدى يمكن لهم جذب المجلسين للإقرار هذا التفاهم حاليا خاصة مع وجود حكومة دبيبة في طرابلس وتأثيراتها على المجلسين سيد كمال في مشكلة في الصوت عندك سيد كمال طب سأذهب بالسؤال إلى سيد إبراهيم الغرياني سيد إبراهيم هل تسمعوني نعم هل استمعت إلى سؤال أو أعيد طرح السؤال طب أعيد طرح السؤال كنت أقول أنه من خلال المتابعة دائما ما كانت هناك معارضة لعقيلة والمشري من داخل مجالسهم في حال اي اتفاق بين الرجلين إلى اي مدى برأيك يمكن لهم جذب المجلسين لإقرار هذا التفاهم حاليا خاصة مع وجود حكومة دبيبة في طرابلس وتأثيراتها على المجلسين نعم بداية المساعدة لتأثيرات الكريمين والملاك شريف طرابلس كنت أكيد دعيني نسأل السؤال بطريقة أخرى هل بات أقل تقدير السيد المشري يملك أوراق كثيرة حتى يبرم اتفاقات من هذا الحد سواء مع السيد عقيد أو مع غيره أنا أتصور أنه لم يعد يملك هذه الأوراق وأن المعطيات في طرابلس والمدخل الغربية ربما تغيرت اليوم أصدحت ممالكة مراقش هو تنافس أو حتى تتطوق على السيد المشري بجديد اليوم السيد السيبة يمثل الأوراق في المدخل الغربية لديه خلفاء أقلية على الأرض تدعمه لنشيات قوية يخطط حالفات كبيرة تدعمه ترك بقوة ودعينا هنا نستذكر أن حكومة السيد فتح البشاغة هي كانت وليدة اتفاق داخلي داخلي بين مجلس الدولة ومجلس النواب وذكي السيد فتح البشاغة بخمسين عروا من مجلس الدولة ومع ذلك وعمل حقيقة من مجلس النواب وأجري التعديل الدستوري الأخير بالتواضح واخد حضرة من مجلس الدولة إلى طبرق واجتماع مع الليلة التشريعية كل هذه الأحداث حدثت وهي مراحل متقدمة في الاتفاق في مجلس الدولة والمحصلة نتيجة هذه الاتفاقات لم تنصل على الأرض في حكومة فتحي فتح أظل ثمانت أشهر تحاول الدخول إلى ترابس من المسرات وحتى بالقوة المسلحة وذلك نجهة بقوة كبيرة وبالتشبب كبيرة من السيد عبد المحميد الضيبة سيد خالد المشري نكل عن اتفاقه وتراجع عنه ثم يده ثم اجتزم عن شيئات في تطور أن مثل هذه الاتفاقات لم تعد مجدع أن الأطراف التي يفترض أن تنقذها غير قادرة على تنفيذها ولم تعد تملك أوراق كثيرة في هذا المجال وبالتالي ربما على جميع الأطراف أن تفكر خارج الصندوق وأن تبعد عشل الأخرى إذا كان هناك جدية لتحقيق الاستقرار في بيبرا ولا أعتقد أن هذه الجدية على أقل تقدير من الجانب الموجود في جانب خالد المشري متوفرة حتى هذه اللحظة طيب سيد إبراهيم داني ورحب من جديد بسيد كمال المزوغي وذكره بالسؤال حول المعارضة التي يتلقاها كل من عقيلة صالح وخالد المشري من داخل مجلسي النواب والأهل للدولة برأيك إلى أي مدى يمكن لهذه الطرفين جذب أعضاء المجلسين لإقرار هذا التفاهم حاليا خاصة مع وجود حكومة أدبيبا في طرابلوس وتأثيرها على المجلسين بسال خير اقتريكي للضيفات الكريمين ونكافة المتابعين في هذه اللحظة مرحبا تفضل سيد كمال في المدعانة بالسؤال أعتقد أنه خلال متابعة السياق ومتابعة تداول البرلمان لجنفاته وخلال متابعة مدود داخل مجلس الدولة أو على قد دعيني أقول أنا مشهود عيان داخل مجلس الدولة أعتقد أن السيد عقيلة صالح في البرلمان قد أحكم قدته على البرلمان فعلا وأنا أؤكد أنه بإمكان السيد عقيلة صالح تمرير أي قرار أو تمرير أي مسلوح يريد تمريره من خلال البرلمان لأعتقد بوجود معارضة حتى صوت المعارضة في البرلمان أصبح صوت خافت جدا وبالتالي هناك سيطرة كبيرة جدا للسيد عقيلة صالح وبعض الأطراف المناوية أو الأطراف المؤيدة له داخل البرلمان وأصبح طلعا على اليد الطولة التي بإمكانها منطفل كل شيء داخل البرلمان أما في متعلق بالمجلس الدولة أولا المتغيرات الموجودة على الأرض الليبية في منطقة الغربية لتشعب أو لتعدد القوة لتتحكم في المجلس السياسي والأمني في المنطقة الغربية هذا ألقى بدلالة على داخل أعضاء مجلس الأعلى الدولة فأعتقد أن السيد خالد المشري لا يستطيع أن ينفر بقرار بنفسه مهما كانت اتفاقياته وكما أسلف طيفي الكريم السيد إبراهيم عندما أيد السيد خالد المشري حكومة فتح بشاغها في البداية وقدم لها المهد لها وقدم لها التزكيات وكان مؤيد لها بقوة ثم ما عاد وانقلب على الموضوع بالكامل لأنه وجد معارضة كبيرة داخل مجلس الأعلى الدولة وبالتالي أعتقد أن السيد خالد المشري سيعاني صعوبة كبيرة في تمرير ما يراه داخل مجلس الدولة دون إقناع الكتب الكبيرة في داخل مجلس الدولة طيب سيد كمال يبدو أننا في حالة انسداد طويلة المدى هنا سأذى بلدكتورة صالحة شتيوي دكتورة صالحة وسط هذا الانسداد السياسي هناك حالة من عدم اليقين حول المشهد السياسي ألو أدي ذلك بالفعل لفقدان الثقة بحيث ربما يصعب الوصول للتسوية المطلوبة وفقا لحالة الاستنفار الشاملة بين الفرقاء هو واضح أن الانسداد منذ البداية منذ عدم تسليم السلطة من قبل سيد بيبة إلى سيد باشافا من هنا بدأنا نرجع لنفس الإشكالية الأولى منذ 2014 باعتراف ضرف ضرف وشرعية ضرف ضد شرعية الآخر وذكرت النفس نفس 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 في 2012 مع حكم المطلوبة وعكسة بيبة للأسف فقط من يعني ومشهد تعملها بمناها نفس النميسي عدد يعني عدد تقوم على الملف الميدي الميسا والأقليبي فمن الجاث المشتفين الميديين عن طريق من يوصل إلى فدة الحكم ودفليت التفاوط المصار بين الدول في الملحة 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 ترخيص هذا اتجاد حقيقي فأنا ودرجة الأولى الجديد يعني هذا ما نشعل في كل الحكومة جاية تريد الآخر وفي مصر في لسدة القطر في برلمات أو في أجلس أعلى أو في أجلس أعلى عليا للدولة لا يريد الخروج من المشهل يعني الأمر بحيث لا يريد الخروج يعني هكذا أما يكون بي دور أما يكون مشاكل فيها ونشمع الأطواق نقدر الله إن شاء الله تكون خاطئة بهذا التعبير يعني على بغاق خارج لا لا عارفين حتى حيث يعني حيث حيث بالصارب مش حيث بأمور يعني طيب دكتورة الصالحة ولربما أيضا صعوبة الوصول إلي أي تسوية مطلوبة ما بين هؤلاء الفرقاء تعود لربما إلى اختفاء الاستقطاب الفكري أو الايديولوجي اليوم لم نعد نسمع كثيرا عن تهم للإسلاميين وأصبحت التهم سياسية لكن في المقابل تنامت الشعارات الجهوية وبات الاتجاه عن الفيدرالية والمركزية هو المسيطر حاليا سيد إبراهيم حسب رأيك ما تأثير ذلك على أي مبادرة لتوحيد السلطة في ليبيا بكل تأكيد المشهد كل ما زاد تعقيدا وطال الوقت في هذا الانتجاه الأطراف المختلفة أو حتى الناس بدأت تتمنى أو تتضايا ضحف الخدمات بعد المركز عن أطراف الدولة التحسار عائلة أو طرف الصفقة بطراب يتتحكم في ميزانيات الدولة وإراداتها وموارثها بكل تأكيد تنسف تبحث على خيارات مدينة ويتشاهد أن لا هناك حل لا في الأفق القريب ولا حتى في الأفق البعيد وأن ذات الشخص السياسية الموجودة من 2012 هي سبب الأزمة واستمرارها لمدة 10 سنوات هم نظر لكل كم شهر يجب 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 حل يجب تحسياتي ولا ينجح وبالتالي هناك إدراع سواء عند المخب حتى عند الناس العديم بالكامل لا يمكن أن تنتشح لماذا؟ لأن الناس يوضح أنها لا تملك اقتراضها ولا تملك قرار فيادي أو فيادي أطلحت مرتاحة لأطراف خارجية هذه الأطراف الخارجية لديها مرموطات متعاربة مع بعضها البعض هو الأقليمية وبالتالي هذا التعارض سيؤثر على هؤلاء الشكوط الذين لا يملكون إرادتهم إذن علينا أن نفكر بطريقة أقرى أن نترك هذه الجلسات وهذه المفاوضات العقيمة التي لن تنتج لنا شيء بالتالي استطامها لنا حلول أخرى كان فدرالين وفكرة تقسيم الموارد وفكرة الأقليم كل هذا كان تاج في عدم وجود إلى التطاق إذا حد أمتى الناس تبتتنى لحد أمتى الأطراف تبتتنى لحد أمتى المدن تبتتنى لحد أمتى الأقليد تبتتنى عشر سنوات أعتقد أنها كافية جدا لنقول جميعا كفى عنده هنا وأن على جميع الأطراف التي لا تم اقترارها أن تبتع بهذا المشهد ما لم يأتي شخص وطنيين يملكون قرار في المطقى الغربية مستعدين أن يجبسوا على طاولة وطنية لينتجوا حلاً وطنياً قادرة لتنفيد على الأرض سنستمر ربما حتى مئة عام بهذه الصورة بالتالي الحديث على حلول أخرى أعتقد هذا منطقي والله أن أجدر أن نوليه أهمية من هذه الجلسات والخوارات التي شهدنا منها العشرات دون أن يكون هنالك جبوى منها طب دكتور إبراهيم وأنت كنت تتحدث عن حلول أخرى بعيدة عن الحوارات ولكن سأتحدث هنا عن لجنة حوار جديدة يتحدث عنها الكثير وكذلك يتجنب الكثير الحديث عنها سأذهب هنا إلى الدكتور صالحة أشتيوي وكذلك سؤال موجه إلى سيد كمال وإليك أيضا سيد إبراهيم كنت أقول أنه رغم تجذب الكثيرين الحديث عن لجنة حوار جديدة لكن يبدو للكثيرين أيضا أنها الحل الممكن الوحيد ربما للخروج من الأزمة هل توافق على كون لجنة الحوار الجديدة هي المخرج الوحيد الممكن؟ دكتور صالحة أيها نعم هل كنت تستمعين إلى سؤال؟ نعم 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 نحن مازلنا في إطار الأمم المتحدة واقتراحها دائما للأزمة الليبية يعني بالحلول يعني بالحلول تلفقية يعني للأسف أنا لم أكن رابية يوما على أداء بحثة الدعم الأمم المتحدة في ليبيا لكن أتوقع يعني هذا ليس بالغريب أنها ستكون بتكون تشكيل لجنة حوار جديدة لأن هذا هو العمل المتعارف عليه لدى الأمم المتحدة لأنه لا تحل أزمة إلا بهذه الطريقة يعني وتوقع عن طريق المبعوث الخاص لأمم المتحدة باتلي فممكن يقترح يعني هذا الافتراح قريبا ولكن المشكلة يعني المعضلة مش هنا يعني استقارف وجهات النظر شوفناها يعني منذ يعني سنوات فاتت وما وصلنا إلى يعني طريق مفتوح للأسف كل ملها إلى الانسداد ونرع إلى نف النظة إذا إذا كان الإرادة ما فيش إرادة ليبية داخلية من الداخل تخل هذا الوضع مستحيل أي أي إطار ثاني سواء تحق الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو أي مسمى أو كيان آخر يقدر يحلها نحن مشكلتنا أصبحت في يتصدر في المشهد وما يتنازل على المكان متاعها أو على طفة متاعها أو على أي شيء يعني يهملك فأتوقع يعني القادم أنا لا أقول أننا نكون متشائمة لكن الصراحة مخيف على تدعي السويات مخيف يعني ليس بسهل يعني 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 الاتفاق الأخير اللي صار بالرغم من اختلاف الأيدولوجيات وكما تكرمت يعني وقلت كانوا في الصابق يعني يتحدثون عن أخوان يتحدثون عن إسلامسيات وعلى مخاوفهم يعني أكثر فلما نشوف اليوم أن هذه المخاوف يعني تنحت على جنب من أجل الرسول إلى اتفاق بين الضرفين ضد الضرفين الثانيين وكل من الضرفين عندهم تحالفات الدولية لهم دول تدعم فيهم وبالدليل الاجتماع القادم أنا اللي نحب يعني نوضح إن إذا صار من الاجتماع القادم في تركيا إذن أعلى سلطة تشريعية في البلد موافقة إذن نحن ما عش نقدر نقول الأتراك يعني بكرة أو بعد بكرة نقول الأتراك جيين وضح سيدة دكتورة صالحة سنعود إلى نقطة تركيا في موعد أو في سؤال قادم ودعيني أتوجه بسؤال إلى سيد كمال مزوغي حول نفس المسألة مسألة تشكيل لجنة الحوار الجديدة سيد كمال هناك من يعتبر أن هذه اللجنة هي حل مرضي قد ينهي الانقسام التنفيذي وهناك أيضا من وصفها بالمشكلة الجديدة التي قد توسع الانقسام من واجهة نظرك هل هي حل أم أنها مشكلة جديدة هي ممكن أن تكون حل وممكن أن تكون مشكلة في حد ذاته لأن تصلب البرلمان وتصلب المجلس الأعلى الدولة وأمام التعارض والتضابي كبير في علاقة المجلس الأعلى الدولة والبرلمان وأمام عدم اتفاق إلا في حال الاضطرار أو في حال الخوف أمام هذا لأن أي تشكيل حكومة جديدة سيأتي من خلال نتمنى أن يقوم من خلال البرلمان ومن خلال مجلس الأعلى الدولة نتمنى أن يولد المشروع الحكومي الجديد الذي سيقود بلاد الانتخابات والذي أصبح حل الميتالي لا بدين له أمام حال الانتخاب السياسي الآن وحالة فقدان الثقة وحالة تضارب كبيرة في الحكومة الموجودة حاليا نتمنى أن يولد هذا المشروع بلاده طبيعيا ما بين باتفاق مجلس الأعلى الدولة وانتفاق البرلمان حتى وان كانت نشكل بعدم شرعياتهم الاثنين ونشكل في نواياهم ولكن نتمنى هكذا على القل أن دول لهذه الحكومة ولادة طبيعية منظمة حتى تجسب تقة الشعب وتحوز على تقة كل الأطراف السياسية ولكن للعقليات المتحجنة ومتشبتة بكل الأطراف السياسية وجودها في ليبيل الآن أي حكومة جديدة ستحضع عن ابتزاز قبلي مقيد ومتعفن سيؤدي بولادة الحكومة ولادة مشوهة مثل حدنا حكومة فتحي بشاغة بالضبط فهنا ممكن نجنح أن يكون نجنح الحوار حنبديل وهنا حنقى في مطب آخر من سيختار نجنح الحوار لابد نجنح الحوار ستكون ممثلة للبرلمان والمجلس الأعلى الدولة والأطراف أخرى سياسية أما يختار هذا الجسمان أو تختار الأمم المتحدة وبالتالي نجد أن جزء كبير من التقاف والمشكلة التي كانت موجودة في المرلمان والأعلى للدولة انتقلت نجن الحوار ولكن تظل دائما أقل حدية وأقل ابتزاز وأقل قبلية وأقل تعصب وأقل انحراف من تداول المضوع بشكل منح بين المرلمان والمجلس على الدولة وبالتالي أنا أقول أن لجنة الحوار التي يمكن أن تختار الآن وتشكل حكومة من خلالها هي ما نبيش نسمت لجنة الحوار السابقة لجنة 75 وما شابه من لغت وما ظهر عنها من معلومات حقيقة سيئة جدا أدت من حراف الموضوع لهذا الشكل ولكن ربما تكون حل لسبب تصلب أو عدد اتفاق البرلمان والمجلس الأعلى للدول طب لنفسح المجال لسيد إبراهيم الغرياني ما رأيك سيد إبراهيم هل يمكن للجنة حوار جديدة أن تنهي حالة الانقسام في تفاول أي لجنة حوار بوجود المحطيات الموجودة حالية لم تقدم شيء نحن الجديد كانت هناك لجنة حوار السابقة كانت كبيرة جدا وكانت انتفاق السابقة تغلق عن حكومة سايزة السراج ثم حكومة سايزة السابقة استاثرت السلطة وأقصد تقييس الأطوار ثم حدثت اتفاقات أخرى في بزنيق اتفاقات في المغرب ثم اتفاق جنيف الذي تولدت عنه حكومة سيد السبيب وأيضا مكلت وعوده وتجاوز مدته وستة أشهر كمتفق عليها وفيه نعوص العداد في عدم حدوث انتخابات 24 ديسمبر العام الماضي هذه هي لجان التي يتحدثون عنها اللجنة الجديدة ماذا تنتج لها حكومة جديدة حكومة جديدة كيف تتمكن من طرابل وتقبل بدخول هذا ديق أم لا هذه حكومة جديدة هي افترض أيضا أنها تبقون من جميع الأطراف هذه قادرة على تهيط أجواء الانتخابات قادرة على انتغير المحطيات حكومة ثلاثة ذات ووجود قوات تركية لطرابلس وجود أطراف أخرى في أكثر سبب على التقبات هذه الأطراف التي يجب عن ذكرة ليست في إنتاج حكومة أخرى فكرة في المحطيات هل يمكن أن نغيرها على الأرض أم لا إذا لم نغير المحطيات علينا أن لا نتحدث أن هناك حلوك يعني عبارة عن محترام الكلمة سيكون بأشفى بترقيح مثوب يعني في أكثر من سبعين رقعة وتتحدث عنه أنه فالح من استعمال ولي ولي أن نكس به هذا جسم يعني علينا أن نبحث على التوق الجديد لم يعد فيه تضبيعات يعني تخيل لما مجلس النوار ومجلس الدولة يجتمعون للتوافق والحوار منذ سبع سنوات تخيل أن الاجتماعات منذ القيرات من عام 2005 وهم يجبسون ويتعبقون على إنتاج حلول تستقرار ليبيا بعد سبع سنوات لم ينجحوا حتى الآن فكيف لن نتقى بعد ذات الطرق ونتوقع بذات الشخص وبذات الأليات ونتوقع نتائج مختلفة يعني ما هذا لا يمكن أن نتصورها وأن نتخيلها هذا قد أنه عبث وعبث وعبث فعلينا أن نبحث على خيارات بديلة لا أعلم ما هذه الخيارات ويجب أن يكون خاصة أن البعث بعد 8 مبعوثين إلى ليبيا أعتقد أنها أصمحت جزءا من المشكلة التي قد جزءا الحال يعني زيها زي مجلس الواضح بجلس الدولة لما نذكر البعث حطيهم في نفس القائمة أو في نفس الألبوم أو في نفس الطفقة في مجلس المواضح الدولة سيد إبراهيم رغم أمية هذه التفاهمات من وجهة أو من الناحية النظرية خاصة في ذل الصعوبة وإن لم نقل استحالة إجراء الانتخابات التي قد يقبل بها الجميع في ذل انقسام البلاد بين حكومتين أن تتعتبر أن تشكيل هذه أو إمكانية تشكيل هذه اللجنة الجديدة يعني العودة إلى مربع صفر من جديد والدخول في مرحلة انتقالية جديدة ستطول ومن الممكن أن تستغرق سنوات وسنوات دكتورة صالحة فلأعود بك إلى نقطة تركيا إذا كان موقف تركيا واضح كيف يمكن أن نفهم موقف الإمارات حاليا هل بالفعل قد سجلت إبعادها فعليا عن ليبيا مقارنة بتوجهها السابق يا عزيزتي ما فيش أي دولة تباعدت على شأن الليبي كلهم لديهم مصالح متداخلة سواء كانت الإمارات أو مصر أو تركيا أو فرنسا أو أمريكا أسمي ما شأتي من الدول المتداخلة يعني مصالحها في الأزمة الليبية كلهم لديهم مصالح وكل يعني وكل اللي يحدث من عدم الاتفاقات داخل ليبيا بين الليبيين نفسهم سببها هذا التبعطر أو التشردم في الملاف الليبي على المستوى الأقليمية المستوى الأقليمية يعني الدول الأقليمية المتداخلة في الملاف الليبي هي من تشتت أساسا في هذه الاتفاقات وكما ذكر السيد الكريم فعلا نحن من 2015 وقاعدين في حوارات ونعنش بالنتيجة ولو يعني ولو نرجع لنفس الكلام أنه مشكلتنا كان في المادة الثامنة وهي أقصى العسكريين والقصة بكلها نحن رجعنا لها هي نفسها يعني السيد عقيلة صالح والسيد المنشري عادوا بنا يعني من حيث ذهبوا إلى الصخيرات من تلك الفترة يعني فأنا لنتوقع حيكون الدور الكبير جدا للمغرب الشقيق وسيكون دور للولايات المتحدة كبير جدا حتى هو في حل الأزمة الليبية لا نعلم كيف لكن لهذه الدولتين سيكون هم المسيطر الفعلي للأسف نقولوها بكل مرارة أن أصبح ملف الأزمة الليبية يمشي به بين الدول يعني فالصراع الآن اللي حاصل بين الدول الكبرى يعني المسيطر الأساسي أصبح حتى مريكا عن ملف البيبي نعم دكتور صالحة ونحن نتحدث عن الدور الإقليمي والدول الكبرى سأذهب إلى سيد كمال المزغي الكثير يرى في ليبيا ورقة ضغط من دول إقليمية مثل تركيا ومصر لحل إشكالات بينية خاصة بهم من وشرة نظر معاكسة وبالإشارة لدور تم الحديث عنه العقيل صالح في التوسط بين القاهرة وأنقرة هل يمكن أن تكون ليبيا نقطة لقاء بدلا من ورقة ضغط بالفعل قبل إجابة عن سؤال أود أن أشير نقطة مهمة ويجتر كثير من ضيوف مع احترام لكل الأراء هناك كثير من ضيوف يؤكدون أنه لا حل في ظل المعطيات نعم نحن نتفق مع الجميع في هذه المخاوف أنه في ظل وجود كافة المعطيات السابقة التي أجهضت كل المحاولات السياسية للحل الإنكسار ومثال التردي ولكن ما الحل يا سادة هل نبقى هكذا نتمد إزالة القوة القاهرة موجودة في ليبئ الآن سوى كانت تدخل خارجي أو الصلاح الفانة المارك أو المرتزقة أو 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 هذه تحتاج لمعجزات كبيرة وتحتاج لحكومة مستقرة وتحتاج لدولة متصالحة معاداتها حتى بإمكانها أن تعالج هذه القضايا الأصبحت جزء صميم من حالة النبية وبالتالي لا أعتقد بطاة أن هناك مفر أمام النبيين من مجرد تجريب مرة أخرى ومحاولة مرة أخرى إذا كان لو أننا نتمكن أو باعتنومية تتمكن من حقيقة الانتخابات بشكل كبير والآن نحن نشد نحن 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 على أيدي الجميع ونحن مع الانتخابات ونحن كانت حتى بالدم حقيقة لأننا لا يمكن أننا الحرية هكذا ببساطة ولكن على أمام استحاد هذا الأمر لا مجال أمامنا إلا أن نجد حكومة أو جسم آخر سياسي بديل يذهب في نفس الطريق ويتعامل معدات المعطيات ويصير على نفس الأشواك إنتبه بجرد محاولة استناعة الحال على أمل أن نجد هذا الجسم سيد كمال المزوغي ليصل بنا إلى بر الأمان والانتخابات التي يأمل أن نصل إليها الجميع سيد كمال الكاتب الصحفي كمال المزوغي والمحامي والباحثة السياسية سيد إبراهيم الغرياني كذلك الدبلوماسية الدكتورة صالحة شتيوي شكرا لكم على كل هذه التوضيحات والآن فلنلقي ناطرة سريعة على تناول بوابط الوسط لأهم المواضيع خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة ترجمة نانسي قنقر وفي جولتنا بين الصحف كوتريش ينفي لمجلس الأمن انخفاض عدد المقاتلين الأجانب في ليبيا وستيفاني ويليامس متهمة بالسعي لتقسيم البلاد المزيد في جولة الصحف نتابع نبدأ جولتنا مع صحيفة القدس التي عنونت جوتيرش ينفي لمجلس الأمن انخفاض عدد المقاتلين الأجانب في ليبيا تقارير ذكرت إقامة تحصينات ومواقع دفاعية على طول محور سرط الجفرة في وسط ليبيا فضلا عن استمرار وجود العناصر والإمكانات الأجنبية أنتونيو جوتيرش قال بأنه رغم الالتزامات التي تعهد بها الأطراف فقد تواصلت أنشطة الشحن الجوي مع رحلات جوية الأقواعد عسكرية مختلفة في مناطق غرب ليبيا وشرقها أما صحيفة اليوم التي تحدثت عن اتهام الليبيين لاستيفاني ويليامس بالسعي لتقسيم البلاد حيث قال السياسي لبيردوان الفيتوري لليوم بينما يترقب الليبيون إنهاء مرحلة التشردم والفرقة السياسية بالوصول إلى مرحلة الانتخابات الرئاسية والتشريعية ثم تأسيس مؤسسات الدولة تطل علينا ويليامس بتصريحات غريبة وفي توقيت بالغ الدقة والحسسية طالبة بثلاثة رؤساء لأقاليم برغا وطرابلس وفزان أما شرق الأوسط فقد قالت ليبيا تبلغ مدعي الجنائية الدولية تمسكها بمبدأ عدم الإفلات من العقاب هو عنوان صحيفات الشرق الأوسط وذلك بعد قرار عبد الحميدة بيبا رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة تعين عمد الترابلسي أحد أبرز قادة التشكيلات المسلحة بمهام وزير الداخلية وقالت وزارة العدل في بيانها إن الوزيرة أبدت اهتماما بتحقيق العدالة وتعزيز سيادة القانون وتأكد على مبدأ عدم الإفلات من العقاب مع ولاية القضاء الليبية العرب الجديد بدورها ركزت على محاكمة المشير خليفة حفتر حيث أكد رئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان في ليبيا عمد الدين المنتصر أن حفتر خضع الأحد للاستجواب أمام محامي أسر الضحايا المترافعة ضده في محكمة فرجينيا الأمريكية ولفت المنتصر إلى أن حفتر المدان بجرائم الحرب والتعذيب من قبل المحكمة الفيدرالية بولاية فرجينيا الأمريكية خضع للاستجواب بعد قرار سابق لمحكمة فرجينيا هددته فيه بجعل إذانته إذانة نهائية إذ لم يتجاوب مع التحقيق أو ارتكب أي مخالفات أو قام بمماطلة أو حتى تأخير أعلن علماء فلك أنهم اكتشفوا كويكيبن يبلغ حجمه حوالي 1.5 كيلومتر بالقرب من الأرض قد يصطدم بكوكبنا في المستقبل ويتسبب في دمار على مستوى العالم نتابح سكان الأرض على موعد مع خطر مدمر كويكيبن يدعى EP7-2022 يبلغ حجمه حوالي 1.5 كيلومتر قد يصطدم بكوكبنا في المستقبل ويتسبب في دمار على مستوى العالم ومن شأن الهبار الذي سيصب في الغلاف الجوي في هذه الحالة أن يحجب ضوء الشمس ويبرد الكوكب ويسبب انقراضا جماعيا للأجناس هذا ما أعلن عنه مجموعة من علماء الفلك في معهد كارينغي للعلوم وأكدوا أن هذا الكويكب هو أكبر جسم ذي خطر محتمل على الأرض تم اكتشافه في السنوات الثماني الماضية وفي الحقيقة فأن معظم الكويكبات بهذا الحجم مكتشفة أصلا وفق العلماء لكن هذا الكويكب كان حتى الآن مختبئا في وهج الشمس ما صعب بشدة اكتشافه العلماء بعثوا برسالة طمأنة لأن هذا الكويكب القريب من الأرض سيستغرق خمس سنوات للدوران حول الشمس وهو الآن على بعد ملايين الكيلومترات من الأرض في أقرب نقطة له وهو ما يعني أن الخطر لا يزال بعيدا يبدو أن هذا الحل الذي سينهي جميع الخلافات الدر ربما لا إجابة بالتعليق وقبل ختام جولتنا في وسط الخبر لليوم نذكركم بالعلاوين لقاء مرتقب بين عقيل صالح وخالد المشري في تركيا وتكاهنات عن لجنة حوار سياسية جديدة لحسم الازدواج الحكومي وهل يمكن للملف الليبي أن يتحول من ورقة ضغط بين القاهرة وأنقرة إلى نقطة لقاء وتفاهم فعلا في الختام يمكنكم زيارة موقعنا الوصد دوتل واي دمتم في أمان الله إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة